موسيقى تكونك موسيقى وعندك موسيقى انكده بتشغل على الافلام قصة بقى ده افتكر انه الموضوع بيروح بقى في قصص تانية زي الساوند ديزاين بتاع الفيلم كده ده إيه الأبروتش بتاعه يعني الشغل اللي هو يعتبر الكارير يعني كتايتل يعني إن أنا بعمل شغل هندس الصوت ساوند إنجنيني فأول ما بدأت أكون فيه أغلب الشغل كنت ممكن بأشتغل فيه فعلا شغلة مكستاش بتاع أفلام فيه حاجات بتبقى سيمبل جدا إن بس حد عامل فيلم وعايز صوته يبقى مظبوط يبقى مش بايز يعني وبقيت التركز أكتر في شغل البوست والساوند زاين مع الناس يعني لفزة ساوند زاين ده أنا عندي مش آآ أنا ما بقولش إن أنا بعمل شغل الساوند زاين أنا باخد الأفكار اللي حد أريدي ممكن تبقى عنده أو ممكن كان بيحاول يطبقها بس مش عارف إزاي وبحاول عملها له بالطريقة اللي هي ممكن تبقى يعني مظبوطة كده اه 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 وتعالج الصوت طبعا أكيد وكده بالضبط وجرب له حاجات يعني يعني أنا ساعات بعمل قريدي يعني ساعات بعمل مزيكة في أفلام لناس ساعات كنت بقى بعمل ساوند يعني ميكسينج البوست والمزيكة بس بعد كده حصلت إنه هو دي مش حاجة حلو إنه أنا بقى أمسك الحاجتين لو حعمل مزيكة فيلم يبقى ممكن مش لازم يشتغل فيه صوت لو هعمل يشتغل صوت يعني ممكن يبقى فيه حد تاني يشتغل مزيكة ده اللي حصل فيلم فيلا تسعة وستين مسا مش كده بالضبط اه فيلا تسعة وستين يعني أنا جاء يعني كان الكويست اللي جاني كان يختص بالمزيكة فقط يعني مش بشغل الصوت فده كان بس سبيسيفك لمزيكة يعني أوكي نقلة ما بين الساوند ديزاين والمزيكة خلييني نتكلم علي إيه المزيكة بتاعت فيلم فيلا تسعة وستين اللي أنا لاحظته يعني لما سمعتها كان هو فيه حاجة يعني حاجة تيما الرئيسية موجودة في حاجات بتاعتك كنت بتاعتمد أكتر على المزيكة بتبقى أمبينت أكتر والموضوع الموضوع مفتوح جدا كمزيكة وفيه نوع من نوع التجريب الظريفة جدا بالأصوات الجيتار دي حاجة من الحاجات اللي لاحظتها يعني كان في فيلا تسعة وستين والسات اللي انت كنت عاملة اللي هي الإكسبرينس اللي لاحظت ان هو فيه ايدنتيتي فيه صوت واحد فيه حاجة معينة بتحصل صوت الجيتار بيتحول تماماً بس ما انا بشوف انا مش حاس ان هو صوت جيتار في الاخر ان هو الموضوع وده برضو اللي بحاول عمله في المزيكة بتاعتي بتلجأ لإيه علشان تطلع الأصوات دي يعني يعني مثلاً هي الفكرة نفسها إسان في الأول كان فعلاً ان انا بحاول ألطبق اللي انت قلتالي ده انا يعني حابب ان انا بقى بالعب جيتار بس حابب برضو ان انا اعمل أصوات ممكن تكون يعني عشان مزهقش انا شخصياً يعني بس اللي خلاني ان انا ابدأ يعني احاول اجرب في حتة الانبيت دي انا برضو كنت شوية بعمل مزيكة الواحدي يعني مش ممكن كنت بلعبش مع ناس كتير قوي فكنت حابب ان انا اجرب يعني لو انا حالعب جيتار بابروتش ان انا في الاخر ممكن تبقى حاجة لايف تماماً يعني اغلب الحاجات اللي متسجلة هي فكرتها في الاخر ان هي تعتبر لايف تيك بشكل ما ممكن اكون ما بعملش اووردوبنج كتير وحاجات كده فلو انا عايز اعمل كده وابقى عامل ليرز وما لي الصوت بشكل ما ممكن اعمل كده ازاي ده اللي خلاني يعني اتجه لحتة ان انا اجب لوبرز وجيتار بيدلز وفكس وحاجات كده اغير بها صوت الجيتار وتبني ليرز تانية في غير ال بزبط وأبني ليرز مختلفة ودخل الموضوع يعني طبعاً يبقى يروح في حتة الامبينت دي شوية أنا مش بحاول يعني أعمل يعني ألعب في جنر معين يعني بكيد ده الفكرة الأصلاً اللي هو الارتباط بجار معين ده أنا شايف أن هي فكرة عقيمة جداً يعني حتى مؤخراً أفتكر خلاص بقى الحاجات كلها بتوفرلاب جداً بزبطة صعب بتقول إن أنت بتلعب كذا أو كذا اشتركوا في القناة في فرق ما بين الحاجة اللي أنت كنت تعملها لوحدك هي الستاتوف إكسبرينس وفيلا تسعة وستين في فرق في كدت هنا بتشتغل لوحدك هناك أنت بتشتغل على فيلم في فرق في الأبروش بتاع المزيكة لما تبقى عامل حاجة لشغل معين ممكن غير لما تكون عامل أنت مزيكتك لك أو المزيكة اللي أنت أنت مقلفها وممكن أن تبقى تلعب بساوند أو بشكل معين غير لو لو بعمل حاجة لصورة مسلا بالزبط أكيد هو ممكن المزيكة اللي بقى منها يعني فيها فراغات وفيها وده اللي خليني من الأول يعني بقى ممكن بكون بشتغل مع فيلم كز كتير أن هما في المزيكة بتبقى حلوة مع الصورة ممكن يعني بشكل عام بس حسب برضو نوعية العمل بتفرق أنا كنت عارف أن العمل ده في الآخر برضو محتاج ممكن يكون محتاج حاجة مش محتاج حاجة تبقى ممكن لو حد بسمحها أول مرة مش هيقدر يهضمها يهضمها قوي يعني فأهم أه فالوحيدة في الموضوع كان أنا كنت عامل تراك بيزد في كان بيزد أساساً على تراك قديم لسايد ميكاوي لأن أنا كنت أساساً عامل الأغنية دي يعني في فيلم برضو فيلم ميكر في اسكندرية إسلام كمال فلما طلب مني أعمل مزكة الفيلم كان فيه اتجاه يعني إن أنا ممكن نحاول إن أخد حاجة بالشكل ده يعني أه تشغل عتيمة معينة بالزبط يعني هو ده اللي حصل إحنا خدنا تيمة لأغنية عبدالوهاب اللي هي في الفيلم بتشتغل في أول الفيلم خلص في راديو فبقيت دي تيمة الفيلم إن إحنا ممكن نشتقي مزكة منها أنا بحب أعمل كده حاجة ممتعة جداً بالنسباني لما لقيت لو تراك حلو وعرفت أنا أطلع منه حاجة بروح يعني في الموضوع جداً وكان في البابيس دي كله على تيمة أغنية عبدالوهاب كان أجمل بيوم وطبعاً يعني أنا بطلع بره شوية يعني وبرجع تاني بطلع بره فيها زي ما بيقوله تنوعات يعني بالزبط ودي كانت كويسة جداً مع الناس يعني كانت كويسة مع آية الأمين من أكتوبة الفيلم وماشي مع عبدالفلم كمان وماشي مع عبدالفلم كمان وطلعها ممكن تبقى سهلة شوية للودني يعني أكتوبة سينة أكتر من حاجات تانية ممكن أكون بعملها أنا الواحدي يعني أكيد أنت بتفضل منك تشتغلك تكمل أو في شغلك تبقى سولو أرتيس ولا أنك أنت تشتغل مع كجوزء من باند أو كده يعني أنا ما عنديش مشكلة مع الحاجتين هو يعني أنا ما أخدتش قرار معين إن أعمل كذا أو أعمل كذا أنا بكمبوز حاجات وببقى مدم كومبوزت حاجة وعجباني بحاول أسجلها فالساعات يمكن برضو الصالة المزيكة ما بيسمحش قوي يعني بذات أني أنا قريدي بعمل ليرزو حاجات وكده ممكن ما بسمحش قوي ساعات إن أنا يبقى فيه إنس مستاني أو حاجات تاني أنا مرضو ممكن أكون محتاجة أجرب يعني مع ناس أكتر يعني أنا أحب ألعب مع ناس تاني ساعات يعني أريدي حاصل زي أنا كنت ألعب قبل كده مع في باند تانية ومش كتير أه بس يعني شوية ومؤخرا برضو في باند بدأت ألعب معهم شوية يعني لأنه هو برضو ريفرش منت حاجة مختلفة حاجة بالنسبة لي أنا مفيدة كخبرة أنا ألعب مع ناس تاني أكيد يعني وحتى أنا في الشغل شغل ما زجتي أنا لما بدأت نزلت لايف كام مرة مش كتير يعني ثلاث مرات فضلت إن الأماعية درامز أنا أساساً بحب يعني بحب كومبنيشن الدرامز مع الجيتار ولما زجلت لايف حسيت إنه هو أنا حاسي يعني فضلت إنه ما منزلش لوحدي يمكن فضلت ما بقاش ما بقاش سولو يعني حاجاتي على سان كلاود هي سولو بس بس أنا فيه فورمات تانية بجرب فيها وأنا بحب فورمات الروك كامتن يعني الروك بس البيزيك ده اللي هو حتى الفورمات الروك التريو ده بالنسبة لي حاجة حلوة جداً جيتار بيس درامز عشان كده يمكن أنا فضلت يعني حابب إنه لو مثلاً بلعب لايف يبقى فيه فكرة الباند يعني مش بحاول أن شاكده مثلاً بيبقى فيه درامر معاك لما تبقى آه بالضبط حتى بحاول أنزل يبقى يعني بإسم كده كده كوليكتف اللي هو ولا إسمي ولا إسم حل إسم المشروع نفسه أو إسم العين آه يعني هو ممكن يكون ريف يعني ممكن يبقى ده النيك نيم يعني بس هو أنا بحاول أبقى الفورم الباند ده كويس بالنسبة لي مش وعش مش بأنا أنا ممكن ملعبش الواحد يفتكر يعني ممكن برضو لو فيه إفنس مهنة أو حاجة يعني صغيرة ممكن أبرفورم سولو يعني ممكن بإسم المشروع أجهة إسمت سلحدة أجهة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة